بإشراف من مركز إعلامي الأمم المتحدة بالرباط احتضرت إحدى المؤسسات التعليمية بيت إطوان بعالية ثامن نسخ نموذج الأمم المتحدة موضوع النقاش أهدف التنمية المستدامة ومستقبل الماء في العالم فنة شاكر العلوي وعبدالي جنوني الهدف السادس من أهدف التنمية المستدامة الماء محور رئيسي ضمن برنامج النسخة الثامنة من نموذج الأمم المتحدة الذي تحتضنه تطوان تحت إشراف مركز الإعلام للأمم المتحدة بالرباط والذي يهدف إلى تعزيز مهارات العرض والترافع والتواصل والنقاش حول القضايا ذات الراهنية في وسط الشباب فالنشاط هدفه هناك هدفين هدف الأول تكوين وتكتر الشباب وتكوين في مهارات الحياتية والترافعية والهدف الثاني هو الهدف الاقتراحي على الجهات المختصة من أجل المساهمة في التنمية والمساهمة في إيجاد حلول لمجموعة من الأزمات الموجودة في هذا البلد هذه النسخة أهمية خاصة لماذا؟ لأنها تناقش موضوعا حساسا وراهنيا وهو موضوع الماء الذي يعرف أنه هو نقطة حساسة جدا في وطننا أو في بردنا الحبيب كون المغرب يعرف إجهادا مائيا كبيرا ونحتاج لحلول إشكالية الإجهاد المائي واقتراح حلول مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية يلتئم لأجلها شباب نموذج الأمم المتحدة بتطوان بما يساهم في انخراطهم في التفكير والتحليل بخصوص موضوع الأمن المائي لتقديم أفكار حلول تدعم مشاركة الشباب الفعالة في القضايا ذات الأولوية على الصحيد الوطني هؤلاء الشباب اجتمعوا من أجل تقديم مقترحات من أجل تقرير في كيف يمكن أن نتعامل مع الماء في المستقبل من خلال تمثيل محاكة دولهم وما إلى ذلك نموذج الأمم المتحدة بتطوان في نسخته الثامنة وعلى مدى ثلاثة أيام سيسمح للشباب بتدرس مختلف جوانب الهدف السادسي من أهدف التنمية المستدامة ومستقبل الماء في العالم وهو ما سيساهم في إغناء مدارك هؤلاء حول موضوع الأمن المائي والسلوكيات المطلوبة لضمان استهلاك معقلا للماء